طيب الاهلي مستقر تماما على اعادة محمد عبد المنعم مرة اخرى الى صفوف الفريق كابتن وليد صلاح الدين بارح ما كان بتكلم معايا قالك ان محمد عبد المنعم اللي هو المعار الى فيوتشر واحد من اللاعبين المميزين هون بارح شم الملعب مع كاروس كيروش الرجل نزله تغييره من ضمن التغييرات اللي كانت فيه اخر اللقاء لجنة التخطيط بين النادي الاهلي طلبت الابقاء على اللاعب بعد انتهاء اعارته الى سموحه ولكن بعد التنسيق مع موسماني تمت الموفق على اعارته لنهاية الموسم الحالي مع وجود تأكدات نهائية بشأن استعادة اللاعب نهاية الموسم الرهن يعني واضح انه بيتسو موسماني ما كانش عنده احتياج لمحمد عبد المنعم بس لجنة التخطيط في النادي الاهلي شايفة انه محمد عبد المنعم ده لعيب مفيد فهنخرجوا اعارة فجينا تاني خلصة الاعارة بتاعته بتاعت سموحه فعملوا ايه ما قالولوش يلا مع السلامة طب المدير الفني لسه ما عندوش قناعة به نخرجوا اعارة تاني فتلفق العملية فتصبت مع عبد المنعم فيروح منتخب مصر فيبقى لعيب من اللاعباء اللي اتحطت ضمن الدايرة فالنادي الاهلي يحس انه اللاعب بتاعه اللي خرج على سبيل اعارة مرة ودي المرة التانية امكانية اعادته هتكون افضل وبالتالي فكروا في اعادته هذه المرة